في آخر تطورات قضية الأعلامية عربية حمادي ورجل الأعمال سهر الرئيس الأسبق سن العابدين بن علي سليم شبوب آخر المعلومات تفيد بأنه ما زال ما تمش إحالته على التحقيق لأنه يمر بأزمة صحية أزمة قلبية تعرض لها خالته يكون في المستشفى وبالتالي ما نجموش إلى حدود اليوم أنه يمثل أمام القضاء وفي ردود الفعل على القضية ككل المحامي مونير بن صالحة انشر تدوينه على صفحته الرسمي على موقع فيسبوك رد فيها على اتهامات الأعلامية عربية حمادي بخصوص تعرضها لما قالت أنه تعرضت لمضايقات من قبل سليم شبوب وقال اللي هي قادة عشر أيام بالتمام والكميل وهي تغويه تستدرجه تستعطفه تحرك سواكن قلبه وتدغضق شعوره بالكلام الناعم والوعد الشيق حين عشر أيام وهما يكتبوا لبعضهم وهو يفسخ المحادثات في كل مرة في حين كانت هي في كل مرة تسجل وتعاين وتواصل التحدث معه وهو يتكلم ويكتب ويرسل السور والكليم ثم تنقذ عليه بشكية وتسمي هذا كمين هل هذا هو الكمين قطعا لهذه جريمة مستشارة يعني الضحية تشارك في وقوعها وهو ما ينزع عنها دور الضحية ويجعلها في نفس مرتبة الجيني فهي التي زينت الجريمة في ذهن الجيني بالإعاز والترغيب والإحتيال وأسقطته في هوتها ثم صحت لقد أوقعته في الكمين آسف جدا هذا ما هكذا تنصب الكمين لو أوقفتي منذ أول لحظة لما وصل التغزل والتودد والجرائم لا نثبتها بالتحايل والأثام بل نثبتها بالإجراءات الشرعية النزيهة هذا كان موقف الأستاذ مونير بن صالحة على كل التصريحات اللي قدمتهم مع ربيها حمادي بخصوص القضية مع سليم شيبو